استعرض رئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة وجهها إلى الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش الخطوط العريضة لأولويات الجزائر خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي الرئيس تبون أكد أن هذا الانتخاب في الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة يلقي على عاتق الجزائر مسؤولية خاصة في المشاركة في صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين